كأن لبنان لم تكن تكفيه الحرائق السياسية والاقتصادية والمعيشية ولهيب الأسعار المستعر فزنرته حرائق الطبيعة واختبر اللبنانيون جهنم بنسخة النار هذه المرة أخطر هذه الحرائق حتى في أحراج الجنوب التي لحقت بها خسائر جسيمة قبل السيطرة على معظمها بعد جهود جبارة وبإمكانات متواضعة في عملية مكافحة النيران تضافرت جهود الكثير من الأجهزة والمواطنين لكن دور الدفاع المدني في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي كان رائدا وتضحيات عناصرها الذين لم يتراجعوا في مواجهة النار كانت نقطة مضيئة تخترق سواد الدخان الكثيف هؤلاء واجهوا النيران بلحمهم الحي وقلوبهم المقدامة وعقولهم المؤمنة بالوطن والإنسان ليدافعوا أو ليدفعوا الخطر عن كل بيت وشجرة فبدى كل واحد منهم صدى لرحيق الأرض وأنفاس التراب ليس أدل على هذا الاندفاع من حسين خليل الشاب الرسالي الذي لم يستسلم لإصابته بل تحداها وعاد إلى ساحة مقارعة النيران رغم ألامه على أن الحرائق في جغرافيتها وتوقيتها تطرح جملة تساؤلات وضع الرئيس نبيه بر الإجابة عليها برسم الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة رئيس المجلس طالب هذه الأجهزة بأن تسارع لإجراء تحقيقاتها وتحديد المسئوليات والأسباب التي أدت إلى هذه الجريمة من هنا تأتي ضرورة إقرار تعيين مأموري الأحراج خارج القيد الطائفي أما أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها فهي الحرائق المذهبية والطائفية والمندلعة في النفوس على ما أكد الرئيس برري وردا على سؤال للانتشار حول الحرائق السياسية ومنها تعطيل مجلس الوزراء والارتفاع الجنوني للدولار وغير ذلك من الأمور قال رئيس المجلس لا مجال لهذا البلد أن يستقيم ويمضي إلى الأمام إلا بتطبيق الدستور والقانون أما دون ذلك فعبنا نحاول وما في شيء بيمشي ونبقى نراوح مكاننا